بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قرارا إداريا يقضي بإلحاق مدرج خورفكان بالإدارات المتخصصة التابعة للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة قام الشيخ سلطان بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام يرافقه سعادة طارق علاي مدير المكتب الإعلامي للحكومة بتفقد المدرج ومرافقه في أحدث معالم عروس الساحل الشرقي مدرج خورفكان المعلم المستوحى بتصاميمه من العمارة الرومانية جاءت الجولة التعريفية التي قام بها الشيخ سلطان بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام وسعادة طارق علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وعدد من ممثلي وسائل الإعلام لتسليط الضوء على القيمة الثقافية والفنية التي يمتلكها المدرج وموقعه الاستراتيجي الذي يتوسط جبل السيدة المطلة على شاطئ المدينة نتمنى أن يكون هذا الصرح المعماري فرصة لإبراز وجه الشارقة الثقافي والفني في المنطقة الشرقية ونحاول إن شاء الله من خلال أيضا وجود مسرح المجاز بإمارة الشارقة ومدرج خورفكان أن نوازن بين المسرحين وأن تقام بعض الفعاليات وأن تساعد كل جهة الأخرى باستقطاب الفعاليات وعرضها على أرض المسرحين وتضمنت الجولة في مدرج خورفكان الذي يتبع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة التعرف على أحدث الأنظمة الفنية والتكنولوجية المستخدمة فيه التي أتاحت الفرصة لعرض الملحمة التاريخية فيلم خورفكان السينمائي وحضره أكثر من 18 ألف شخص خلال أيام عرضه فهو مهيئ لاستقبال مختلف الفعاليات تلاسيما أنه يسع 3600 متفرج نحن في الحقيقة في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إن شاء الله سوف ننظم العديد من الفعاليات على هذا المدرج في الحقيقة أعلننا عن حفل الغناء إن شاء الله سوف يكون في تاريخ 31 ديسمبر بحضر أيضا فنان الكبير حسين الجسمي والفنان أنغام وأيضا تم نفاذ كميات التذاكر نوعدكم إن شاء الله أن يكون هذا المسرح أيضا يقدم فعاليات نوعية على مستوى العالم فبالتالي اليوم الخدمات الموجودة في هذا المسرح من حيث السعة الاستعابية للأشخاص من حيث المواقف من حيث أيضا الموقع الاستراتيجي من حيث أيضا الشلال الذي يضيف لهذا المسرح أبعاد كبيرة في الحقيقة هذا واستكملت الجولة بتفقد شلال الكهف الواقع بجوار مدرج خرفكان وتم تزويده بأحدث التقنيات التي يمكن استخدامها لأغراض السياحة بالإضافة للمقهى المجهز بالكامل بداخله ليستكمل بذلك المشهد الثقافي الحي لإمارة الشارقة مع ختام الجولة التفقدية في مدرج خرفكان يأتي التأكيد على أن مسيرة الثقافة والفن ستبقى مستمرة في إمارة الشارقة لأخبار دار هويد الشرقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر